يعني شفت مبارح ازاي المباراة وانت بتتبعها كده يعني في الاول خاص كلنا كنا في اول المباراة حاسينا ان اتمنى بتاعتنا وجينا في ضربات الترجيح يعني خسرنا لكن زي ما هدير قالت ان احنا اكيد كسبنا منتخب دلوقتي قادرين نعتمد عليه في مباراة جاية عايز اعرف احساسك بقى مبارح وانت بتتفرج على المباراة ويمكن احساس الفخر كمان وانت بتفرج على اللعيبة هما بيقدوا قدام لعيبة زي ما هدير قالت يعني بدنيا هما قوية جدا يمكن مرتحين عنا يوم زيادة مفيش الاصابات اللي عندنا كل الحاجات زي طيب انا قبل بس مصرش مبارح نفتكر شوية كده قبل البطولة اعتقد بكنش في حد متفائل تقريبا ان المتخب مصر هيطلع بعد دور 16 وان احنا لو صننا دور 8 ده كده بقى اقصى طموحنا لكن صراحة الجيل محمد صلاح ورفاقه او اكتر مما كنا نتخيل الشيء الطريف ان احنا طول البطولة الناس متشأمة ان احنا نكمل ولحد ما وصلنا مبارح كان بقى حالة من التفاقل غريبة جدا جدا طبعا بعد الوصول النهائي وكله زي بقوله كده ممكن الصدمة جاية شوية من اللي احنا اتعشمنا في الحصول على اللقب لكن طبعا المطش ما كانش ماشي بالشكل اللي احنا كنا من حتاجينه ومنتظرينه كتبدا صعبة جدا جدا براكلة جزاء للسنغال بسبب خطأ دفاع مشترك بين امام وبعدية محمد عبد المنعم لكن ابو جابل تقلق بعد طبعا من صراح كده شفنا لقطة كان بيغششه من ايه هشوت ازاي وابو جابل تقلق صد الكرة دي خلته محطة على اكتر ان احنا قريبين والسنغال ضيعت ركلة جزاء لكن كان فيه واضح فروقات بدنية قوية جدا جدا مبارح متخب الزنغالي ما خدش مطش تقيل زي اللي حصل لمتخب مصر احنا لعبنا تلك نهائيات قبل هذا النهائي يعني من لعب كوديفوار مغرب الكاميرو مغرب الكاميرو لأ مشوار وكلهم كملنا وقت اضافة مشوار صعب جدا جدا وتلات منتخبات مرشحة للفوس باللقب وتوتيح لي بالتلات منتخبات والشيء الاغرب اللي ما حدش هتباله منه قوي برضو يعني بغد نظر ماتش كوديفوار بقيت المطشات احنا بنلعب براحة اقل من المنافس يعني دايما بخش المنافس عنده يوم زيادة راحة وكان طبعا انه تم الكوبرة او مصيبة الكوبرة اللي حصل في قبل النهائي من النوادر في البطولات المجمعة اشوف قبل النهائي على يومين كده ام تحصلش طبعا ده يعني حاجة عدم تكافؤ عشان كده الاراق ده كان بين على اللعيبة في الملعب عدم تكافؤ غير طبيعي ان كان المنطقي ان كان الاتنين سيمي فهينا المسلا يبقى يوم الخميس يبقى الفرقتين اللي عاوصله النهائي خلاص يا رعب يوم الحد بقى فيه تكافؤ فرص لكن زي ما احنا شوفنا منتخب السنغالي ملعب شوية لوقت اضافي لا احنا من اول بصراحة البطولة احنا شايفين عدم تكافؤ من حاجات كثيرة جدا لو هنتكلم حتى على التحكيم كمان حتى مبارح على فكرة التحكيم اكيد كان افضل شوية من مباراة لكن لا كنا كمان بنشوف من كل الامس احنا بناخد فاول يعني حرفيا مش عايزين نركز او معوضات تحكيم لكن الممكن اللي حصل ماتش الكاميرا بعد اللي حصل من جسامة المصريين او يعني المركزين في موضات تحكيم اعتقد لا هو جسامة الناس محذرة من قبلها لكن باكتور جومز المفروض انه من افضل المحكمين مين؟ او باكتور جومز حكم جنوب افريقا حكم مميز جدا جدا مبارح اضر المباراة بشكل اعتقد يلقب نهايك اسم افريقيا ما كانش فيه كان فيه لقطة بينه وبين صلاحه بيزيبه صفارة وكروت هو كان لقطة كان فيه فاول على حمدي فتحي بس بلنا شيك ايا مرضى الشيكم من هو تحكيم الفار كان بيراجع الحكم نفسه بقوله على استنى اشوف حمدي دخل في رجل منيه كان ممكن ان تقدر راديو كارت احمر فصلاح بقوله هي كورة فاول عادي اصلا انت بتراجع الفار ليه؟ يعني كان مقاش لطيف فقال له لو انت عايز تاخد الصفارة والانزار خدهم وانا مشي لقدت من الازل حاجتها الموجودة في البيت او لا البطولة مانيان قطعت حلوة لكن برضو لازم نحيي لعيبتنا عاشه صروف صعبة جدا جدا احنا مش بنقلب من اي دولة افريقية اكيد احنا بنحترم كل الدولة افريقية وامكانياتها كل دولة بتحاول على قد ما تقدر انها اكيد عايزين يظهروا في افضل صورة لكن دي امكانات الكاميرو الموجودة احنا كمان كان حظنا صعب شوية ان احنا نحنا جروة وبعا كده دولة وبعا كده يا ويندي لفنا لفة كبيرة جدا جدا وده من الصعوبات اللي قابلتنا في البطولة برضو ان انت يعني بدأت في المجموعة في جروة وروحتي ماتش في يا ويندي ماتش الاخير او الحقيقة احنا بدأنا بشكل واندينا بشكل تاني خالص يعني شكل البداية مايقولش خالص ان احنا هنوصل للفينال ويمكن ده اللي خلى عند الجمهور امل وخلى عند اللعيبة امل كبير جدا شوفنا مبارح الدموع يعني حاجة توجع القلب اللعيبة كلهم ترزجيه وبيقوله تاني مرة الاستولية محمد صلاح وهو مش قادر يسيطر على دموعه فترة يعني فترة كانت صعبة جدا جدا عليهم لانه كان بينهم وبين الكاس يعني خطو طيب يعني انا الدموع دي على قد ما هي مؤلمة اعتقد انها ان شاء الله هتبقى حاجة يعني بداية مبشرة او نقطة انطلاق جديدة ان شاء الله يعني زي ما بيقوله كده الدربة اللي مش بيتموتني بتقويني اعتقد ان اللعيبة بتكتسب خبرات كبيرة جدا جدا احنا زي ما قلنا قابلنا منتخبات عتولة افريقيا في البطولة دي والحمد لله اثبتنا ان احنا قادرين نقف على رجلينا في مكاسب كبيرة جدا جدا مش عايزين خسارة بطولة يعني تخلينا نخفل المكاسب الكبيرة اللي خدناها ومش عايزين خسارة بطولة تأثر على بعد كده لان المرحلة الجاية مرحلة صعبة جدا جدا حلم بقى كاس العالم اه يعني بقلاب حلم كاس العالم المرحلة الجاية فعلا صعبة لان كل اللعيبة كل اللعيبة بيلاستثناء اللي راجعين لانديتهم سواء انديها محلية او عربية او حتى في اوروبا عندهم يعني مدشات ومباريات مضغوطة في شكل رهيب كبير جدا 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 راجعين دوري ابطال اوروبا وهنا راجعين مدشات كتير وفي دوري ابطال افسقي هنا فاللعيبة عندها ضغط يعني ذهني وعصبي وبدني كبير جدا 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 لعيب الهلواي عندهم مباراة يعني برضو الاربع الجاية تقريبا في كاس الانديا بكرا ان شاء الله يعني ضغط مدشات كبير جدا جدا لعيب الاهلي هيرجعوا من المنتخب مصر مباشرة هركبوا طيارة لابو ظبي اعتقد يبقى صعب ان هنا محد يشارك لكن ربما يكون موجودين على مقادة البودلاء الاهلي المطش اللي فات كان بيلعب اكتر من سبعين ستين في المائة من اللعيبة مش موجودين اتنشر غياب منهم خمس لعيبة مقيدين ومش موجودين حقيقة خالي من مقادة البودلاء كان قادة غير اصابات فيروس كورونا هذي حقيقة هم اتنشر كان اكتر من اتنشر غياب للناد الاهلي منهم خمسة مقيدين دي نقطة مهمة ان اللعب يقدي الروح امكاننا ده الدرس اللي تعلمناه من منكاسهم افريقيا احنا منعب بروح بغض النظر عن الفرور الفنية خلينا نعترف المنتخب السنغالي يا كاد يكون حاليا هو اقوى منتخب افريقي في السح هو منتخب يصنف منتخب عالمي اللعيبة لما نسمع لعيبة باريسان جرميه باني ميونيخ لا 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 لعيبة ليفربول تشيلسي احسن حارس مادمة في العالم يعني اميندي احسن حارس مادمة في العالم لسه اوخدها من ايام فمعنى كده لا الموضوع من السهل انت تلعب اكوى منتخب في افريقيا وكنت ندي ليه مية وعشرين دقيقة والبنية الجسمانية برضو مرعبة يعني كل يبالي المدافع كل يبالي المدافع نابولي وكابتن الفريق واحد من افضل المدافع العالم لا يعني فرقة فعلا متكاملة في كل الخطوط عندهم قوة قوة فنية عالية جدا جدا في كل الخطوط مش فرقة نجمة واحد يعني ناس كلها مركزة اكتر مع ساد يومانية عشان نفربول ناس عرفاه لكن لا الفرقة مليانة لعيبة قوية جدا